بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة تمه دا يا سادة احنا اكتر الحاجات اللي لازم نكون حرسين عليها لان احنا نفرز من وقت للتاني الجليس اللي بنعيش معاه في جولساء دايماً بيتجددوا علينا في اوقات كتيرة بييجي جليس كده يفرض نفسه علينا زي ما يكون عندنا حد جيه عايز يدخل ضمن اصدقاء الواحد وانا افاجأ ان هو موجود في اصدقائي وانا ما كنتش اصلاً محتاج للشخص دا او ان انا محتاج ان انا يكون الجليس دا معايا الفكرة دي فكرة فارز الجولساء مهمة جداً جداً واحنا بنتكلم عن جليس النهاردة احنا بنتكلم النهاردة عن جليس على قد ما الناس بتستخدموا فيه انهم يبروزوا فرحتهم ويخلوا فرحتهم وكأنهم بيشعروا بان فرحتهم بتدوم وتستمر ويقدروا يسجلوا اوقات السعادة بتاعتهم بشكل صحيح لكنه في بعض الاحيين بيبقى خطر جداً لان كتير الجليس دا لما بيزيد عن حده وبيزيد عن الحد المعقول بتاعه بيتحول الى شيء كأنه بيسلم الانسان سعادته ويسلم الانسان حياته ويسلم الانسان ذاته الحقيقة وكأنه بيسلم منه حقيقته فيفضل الانسان بلا معنى وبيلا حقيقة الجليس دا ركزوا معانا شوية الجليس دا اللي احنا سميناه جليس ادمان تصوير اللحظة كم مرة كنت في اجتماع أسري مثلاً ملمة عائلية ولا كنت في مكان المكان داوة محتاج خشوع ومحتاج ورع أو خارج مع صحابك وأحبابك أو في حدث مهم حصل لك بالنسبة لك وكنت مشغول ومش مشغول بس ومستغرق جداً جداً في انك تصور اللحظة عشان تنزلها بوست او تعمله ستوري على السوشل ميديا وحسيت فجأة بعد شوية انك كأنك معاشتش اللحظة ومش فاكر من اللحظة دي اي حاجة ولكن فاكر ان انت كنت مكتهد جداً 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 ان شاء الله انك تصور اللحظة عشان تفكرك الصورة او الفيديو اللي انت صورته ان هو هيجيب لك قد ايه اعجابات ولايكات ومتابعات انا سمع صوت صوت حد بيقولي دلوقتي وسمع النفس الامارة بالسوق مع الجليس السيء ممكن لما يكون الجليس من زواتنا اللي يتكلم باسمه مين النفس الامارة بالسوق النفس الامارة بالسوق بتقول ايه يا جماعة الخير ما انتوا قاعدين تصدعونا بان انتوا محتاجين تعملوا صناعة للذكريات بتقولوا ان صناعة الذكريات دي بتخلينا ندخل في جماله واسراره وذكرهم بايام الله فاحنا عنزين نذكرك بايام الله لا تعال نقف بقى لحظة لان احنا اكتر حاجة بتسرسب فيها النفس الحياة مننا وتضيع مننا الحياة وتخلي الحياة مفرغة من المعنى هو ما يسمى باحتلال المفاهيم ويبدأ وتسمية الاشياء السيئة باسماء حسنة تعالوا نبص كده على يعني ايه صناعة الذكريات صناعة الذكريات معنى جميل وجليل بالعكس انا بشوف كمان ان صناعة الذكريات دي عبادة اتعلمناها من قوله تعالى واذكرهم بايام الله فتوسيق الذكريات معنى من معاني شكر النعمة والفرح بيها لكن مش توثيق الذكريات هي تصوير الذكريات تصوير الذكريات ممكن يكون احد اشكال صناعة الذكريات لكن مش اكيد ان تصوير المشهد هو بيكون هو دوة صناعة الذكريات عشان كده لازم نلاحظ نفسنا اننا ما نتعودش وندمن ان احنا نسيب اللحظة اللي احنا عايشينها واللي احنا موجودين فيها ونكتفي بتصويرها بس ويبقى كل همنا ان احنا ناخد اللقطة اللي هتاخدنا الى عالم تاني اسمه العالم الافتراضي وعالم اللايكات والتعليقات وساعتها بتتسلب مننا الحياة من غير ما ندر لو بصنا على الشوارع او اي مكان بتكون فيه ممكن نحس بظاهرة زيادة اوي اسمها زاهرة انت وماشي كده تلاقي كل الناس حد واقف في وسط الشارع كده وعمل كده ومزك ومزك ويصور وبتبص بعد كده بعد ما خلص تلاقي وشه اترسم عليه كل حاجة يعني هو ما كانش بيسكل ذكره ده كان هو بيعمل ايه اه بيمارس حاجة جديدة انا بسميها عبودية اللقطة بقى عبد اللقطة فاكرين حديثة رسول الله عليه وسلم هلك عبد الدينار هلك عبد الدرهم هلك عبد الخميصة اه فيه نوع من انواع العبودية الجديد اسمه عبودية اللقطة الناس منهمكين في تصوير حياتهم وعمل فيديوهات وعمل استروهات وممكن يعملوا اي حاجة في سبيل ان هو يطلع بشكل معين بيعبر عن رسالة هم عايزين يبعتوها للناس اشتركوا في القناة